إذن الآن نقول إن موسكو وبيكين أخفقط في التوصل إلى تحالف واضح جلي يقيهما بالمناسبة يعني الهيمنة الغربية ويقي العالم من بعدهما؟ أعتقد أن هذا التحالف بين روسيا والصين يتشكل بشكل لا إراضي نعرف أن سياسة الصين هي ضد أي نوع من التحالفات أو الغزم نعرف دين شاوبين وسياساته المضمع في بلده وأيضا رؤية القوى الأخرى تتنازع هذا نهج حكيم ولكن هذا لا يأتي ثماره في الوقت الحالي روسيا أيضا لا تريد أي تحالف ضد الغرب كما تعرف المنظمة الأمنة والتي كانت تحدد للاتحاد السوفيتي بشكل واضح بأن هذا الاتحاد لهذه الدول ليست ضد أي دولة بعينها ولكن هي تهدف إلى الأمن والسلم داخل بلاد الاتحاد السوفيتي السابقة ولكن سواء بإرادتها أو بدون عمد فوجود التحالف العسكري وغيره بسبب ضغوط من الولايات المتحدة وغيرها والتي هي كبيرة بالنسبة للصين وزير الخارجية وأنه خلال محادثاته مع نظيري من كوريا الجنوبية قال بأن الولايات المتحدة تدمر النظام العالمي للتجارة النظام العالمي للمالية والعلاقات المالية كيف للصين أن تتصرف هذا بيان قوي دعني أذكركم أن الولايات المتحدة ليس لا تؤثر فقط على الصين وروسيا دعني أتحدث عن مايك بومبيو وزير الخارجية السابقة والذي صرح بشكل غير كما أيضا تحدث سيد بلينكين عن روسيا وإن روسيا وصين إذا كان لديهم طريقة لأن يكون الأوكرانيان رئيسا منتخب فإن الصين لم تجد مشكلة في تايوان ولا هونغ كونغ هذه الأراضي سوف تتطور بشكل سلمي كما حدث في التسعينات وفي الألفينات عندما لم تتدخل الولايات المتحدة بها ولكن من صوء الحظ أن هذه التحالفات تتشكل ليس من خلال إرادة روسية صينية ولكن على الأغلب بسبب الولايات المتحدة والدول الغربية ورندن التي تدفع روسيا والصين نحو هذا إذا كانت مجموعة من الدول الغربية تتسميه العدائية أجلا أم عاجلا سوف يتشكل هذا التحالف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقل